يعني نتقدم بخالص العزاء لأنفسنا قبل أي حد طبعا في وفاة الوزير السابق ونائب رئيس النادي الأهلي السيد العمري فاروق يمكن كانت مشاهد صعبة جدا ولحظات صعبة مرت على كل محب النادي الأهلي سواء أعضاء الجامعية العمومية أو مشجعي النادي الأهلي كانت لحظات يعني أعتقد الفقد صعب وخصوصا لما تفقد قيمة الوزير السابق العمري فاروق طرق إرف يعني بكل ما تحمل الكلمة من معنى كان رجل وقام وقيمة إدارية أعتقد أي حد يدرك قوة هذا الرجل الإدارية وقدراته وتاريخه داخل النادي الأهلي وحتى أيضا إسهامه الرياضي لما كان خارج النادي الأهلي في وزارة الرياضة هو رجل كان لا يعرف غير لغة العمل كان لا يعرف غير لغة الاجتهاد كان لا يعرف غير لغة النجاح في كل شيء في حياته كان رجل شعار رحلته وتجربته النجاح ويمكن الذي لقاه بعد رحيله من حب ومن مشاعر ومن حالة الناس حساها أن أنت فقط حاجة كبيرة جدا 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 داخل النادي الأهلي وشخص مؤثر وكان نعم الرفيق والصديق والناصح والمكمل لحالة مجلس الإدارة والكابتن محمود الخطيب أكيد أكيد كلنا بنعتصر ألما على رحيل هذا الرجل الذي في رأيه يعني ترك علامة كبيرة جدا جدا وترك حزن في قلوب كل أهلاوي وكل محب أكيد يا فارس خالص تعازينا في فقدان يعني الأستاذ العمري فاروق الوزير الأسبق والحقيقة الوزير الأسبق بيشهد له أنه كان رجل مواقف وده كان مهم جدا في الشخصية الإدارية أنا بشوف أنه مش النادي الأهلي فقط لغير هو اللي فقد كادر إداري مهم جدا وهو الأستاذ العمري فاروق لا أنا بشوف أن الرياضة المصرية فقدت في ظل الأزمة اللي احنا بنعنيها إداريا فقدت رجل كان قادر جدا جدا على خدمة الرياضة المصرية وليس فقط النادي الأهلي زي ما أحرقكم شايفين طبعا دي مشاهد من مراصم العزاء يمكن الأهلي خط أحمر لم يخرج أو كان موعده يعني ما ينسبش أننا ظهرنا أو ظهرنا بعد العزاء غير النهاردة وبالتالي كان مهم جدا أننا نقدم التعازي لأنفسنا مرة أخرى ولكن يعني كان فيه مشاهد مهمة جدا أيضا هي بالأمس ممكن ترجع لي برجعه بعد إذنك كان مشاهد مهمة جدا بالأمس وهي تواجد ابن الأستاذ العمري فاروق في إحياء ذكرى شهداء النادي الأهلي دائما لا ننساهم والحقيقة كانت لقطة مهمة جدا جدا من النادي الأهلي والأهم كمان تعقيب أهالي شهداء جماهير النادي الأهلي وهي فكرة اللي خلف فعلا ما ماتش كانت لقطة بتتوج اللقطات اللي احنا عتدنا عليها في النادي الأهلي يمكن في ظل أزمة الأستاذ العمري فاروق أثناء مرضه كان متواجد يعني شقيقه الدكتور هشام العمري في مراسم تسليم جوائز ألعاب الصلاة اللي كان للأستاذ العمري فاروق باع كبير جدا فيها وانت بتتكلم عن قوة الشخصية أنا يحضرني موقف شخصي فحضرت مباراة أهلي وزمالك بسكت وكانت في صالة النادي الأهلي وكان في بعض المشكلات على وجود بعض الجماهير في المدرج وخرجت جماهير النادي الأهلي ولكن إداري نادي الزمالك وقتها كانت احتجاجاته شديدة جدا 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 فإذا بالأستاذ العمري فاروق بمنتهى الثقة والهدوء والقوة قال احترم المكان اللي انت متواجد فيه انت في النادي الأهلي والاعتراضات الكتير اللي انت بتعملها لا تليق بحجم نادي زي نادي الزمالك وأتمنى ان الاعتراض دي تتوقف لان كل الجماهير خرجت بره الصلاة فكان دايما وابدا حريص على حقوق النادي الأهلي بمنتهى القوة فرحمة الله على الأستاذ العمري فاروق وربنا يغفر لي ويرحمه يا رب العالمين ويلهم أهله الصبر والسلوان